حطيها في المرحاض وقسما بالله هتم لبيتك رزقه ومال وخير عمرك ما كنتي تحلم بي هتبعد عنك اي حسد واي سحر مهما كانت قوته لمجرد ما تحطيها بتخرج وبتطرد الشياطين حتى من الحمام او من قلب المرحاض تعالوا مع بعضي نشوف هي ايه دي كده ايه سهلة وبسيطة جدا تقدر تعمليها بنفسك بتمنع اي مشاكل في البيت حتى العكسات ياريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو وكمان اشتراك للقناة وياريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين ازايكم حبايبي عاملين ايه ويا رب تكونوا بخير النهاردة هقول لكم عليها طريقة سهلة وبسيطة وحاجة كده هنرش في المرحاض ياريت جبل ما يدخل علينا شهر رمضان نكون رشناها في المرحاض المرحاض يعني الحمام علشان الناس كتير ما تقوليش يعني ايه يعني المرحاض يعني اللي هو احطها في ارضيات الحمام لا دي هنحطها في المرحاض نفسه يعني هنحطها في الطايلت او في جاعدة الحمام حتى لو حمام عادي خالص المهم ان احنا هنحطها ونرشها فيه خلاص كده الطريقة بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا كل اللي عليك تعمليه ان انتي تكوني منظفة المرحاض بتاعك وعاوز اقول لك كمان انه الناس اللي بتحط القمامة في الحمام والناس اللي بتحط الهدوم بتاعتها لما بتغير الغيارات بتاعتها بترميها فترة في الحمام بتلقى بعد كده حصلت عكوسات حصلت مشاكل حصلت اي حاجة من الحاجات دي وتلقى انه صاحب الهدوم دي مثلا او البيت اللي بيعمل كده وده اكبر خطأ ان انتي ممكن تكوني بتعمليه يعني دخلت الحمام غيرت هدومك اخدت دوش اخدت اي حاجة تغضي الهدوم بتاعتك تروحي تشيليها وتحطيها على طول برة ما تخليها في الحمام كمان الناس اللي بترمي الهدوم في الارض والرجلين تدوس عليها حتى لو برى الحمام ده اكبر غلط بيعمل عكوسات لأهل البيت وبيعمل مشاكل وبتلاقي انه الشخص ده حياته معقدة من هو صغير لحد ما يكبر وعنده جلج وخوف دايما وعنده عدم اتخاذ قرارات يعني بصي عنده خوف من اي حاجة في حياته هنجيب حبة مية حلوين ونبدأ نحط عليهم ملح الطعام خدوا بالكم من الخطوة دي ملح الطعام هنا زي ما انتم شايفين انا حطيته بكمية جليلة لما تحطي ملح الملح على المية اي نوع ملح ويعمل تعكيره معاك ويدوب بسهولة يدوب بسهولة تأكدي من وجود حسد وممكن يكون كمان سحر في البيت اما اذا الملح عمل تعكيره في المية والملح فضل حبيبات الملح موجودة وما ده بتشوف تأكديه انه الحسد والسحر مفيش في البيت او لو فيها يكون فيه شوية حسد بسيطة جدا ده بخطوة تانية هنعملها قبل كده لما عملت وصفة وعملت طريقة منحط الملح في المية ونستناها ان هي تصف خالص بعد ما بتعمل تعكيره وكده فالناس جايت لي يا ده انا جاعت يوم كامل وانا مستنية الملح ان هو يصفة والمية ترجع مية تاني زي ما حطتها ما عملتش ده ان ده اللي هيدل عن ايه انه الملح ما يدوبش في المية بسهولة ده معناه انه الشخص اللي عمل كده في البيت فهو حد ما عندهوش سحر ممكن تكون عنده ناظرة بسيطة وحسد بسيط ولكن سحر لا اما الناس اللي ده بسهولة وزي ما ببرده ناس كتبت لي ده ده بسهولة انا وقتها قلتلكم استنوا الملح يدوب على مهله خالص خالص حتى لو هتقعد يوم واتنين المهمة تستني الملح يدوب وتستني تعكيرت المية دي تصفة خلاص تعكيرت المية تصفة وتصفة خالص هنا زي ما انتم شايفين الملح مش هيدوب ولكن تعكيرت المية هتصفة والمية هتصفة خالص فانا هستنيها تصفة وابدأ ان انا ايه أخدها وحطها في المرحاض طريقة المرحاض برضه أحط الماء في المرحاض أنا أوروه لك إزاي لما تيجي تحطي ما في المرحاض أو تيجي تحطي أي شيء في المرحاض لازم يكون المرحاض على الأقل يعني فيه فاصل يعني مثلا ليه ساعة كده محدش دخل الحمام خلاص مثلا ساعة محدش دخل الحمام لكن بعد ما تحطيه عادي لو أي حد دخل عادي بس اللي هو جبل ما تحطيه يكون في ساعة كده محدش استخدم الطايلت او محدش دخل استخدم قاعدة الحمام القاعدة اللي هي اللي بنقعد عليها خلاص طيب فيه ناس سألتني جبل كده برضو طب البنيوم ينفع البنيوم اعمل فيه ماشي اعمل في البنيوم ومفيش مشاكل خلاص والطريقة دي يا جماعة هعملها انا بطريقة مختلفة ليه لان انا هحط الميا دي في المرحات قدامكم للناس اللي هي ايه دايما تقول لي طب وانتي عملت الطريقة محططيهاش ليه قدامنا في المرحات ليه محططيهاش قدامنا في الحوط ولو اني اوجات كتير بعملها وبعمل كده قدامكم ولكن للتأكيدة هو انا جهزتها وحطيتها استنيتها صفية خالص ومش شرط يضوب الملح وهبدأ ان انا انزل بيها على المرحات بدون ذكر اي كلمات يا جماعة ما تذكروش اي كلمات ما تردديش اي كلمات خلاص اي حاجة ايا كانت ليه لان احنا في حمام انا مش اخلي حبيبات الملح تنزل انا حطيت المية بس اللي نجعت فيها الملح لو حطيت مية تاني على الملح هنا بالشكل ده زي ما انتم شايفين برضه تعمل تعكيرة ولكن الملح اللي انا حطيته مش هيدوب مش هيدوب ليه لانه هنا النظرة الحسد حاجة بسيطة ولا يوجد اي سحر الحمد لله يعني ما فيش اي سحر خلاص فانت اعمل الطريقة دي حتى ولو ليه التجربة وليه ان انا مثلا اشوف انا هل المشاكل اللي عندي دي بسبب كذا او بسبب كذا اوجد كثير يا جماعة ناس كثير لما بتعمل الملح بالمية ده بتلقى انه فيه شوائب كثيرة جدا طلعت على وش المية فيه شوائب كثيرة هي مش عارفة جات من فين ده زدل والملح بيدوب يعني الملح بيدوب وتطلع شوائب كبيرة جدا وكثيرة جدا على المية حتى لو حطت المية دافية وده زدل هيدل على وجود سحر في البيت او في المحيط اللي انت عايشة فيه ليكي انت كشخص ليكي انت او لحد من القرابة يعني من مثلا اولادك اخواتك تمام لو انت مش متزوجة فاجر على طول ويعمل الطريقة دي يعني مش شايفة اسهل من كده الناس اللي بتقولك انا ما عارفش حد يعمل لي كشف ما عارفش حد يعمل لي يشوف لي مثلا فيه سحر او فيه حسد ما عارفش حتى حد يعمل لي حجاب او بعمل ايه طب قليلي طب كذا اجر على طول يعمل لي الطريقة دي من غير حجاب من غير بخور من غير رش على الارضيات ولا اي شيء ولما ترشي المية ترشي المية فقط مش حبيبات الملح دابة بجاء او ما دابتش المهم احنا هنرش مية او نحط مية في المرحاط او في جاعدة الحمام ولو عاوزة تحطي في جاعدة الحمام او الطويلت وتحطي فيه البنيو وتحطي فيه البلعات اللي موجودة او البيبة الموجودة فيه ارضيات الحمام فقط الحمام تقدر تعمليها وقبل ما تعمليها لو داب الملح بسهولة معاك يريد تحط النية على شخص معين هو اللي انت شاك يكون فيه معموله سحر ولو انت هتحط النية على نفسك تمام اذا الملح داب بسهولة اما اذا مدبش فتأكدي من عدم موجود سحر نهائي نهائي وفي طرق كثيرة بنجدمها في القناة للتخلص من اي حسد واي سحر بكل سهولة مش بس ان انت تعرف انه عندك حسد او سحر لا كمان تتخلصي منه بكل سهولة بدون مساعدة اي حد من غير ما اي حد يساعدك او تروح لأي حد وانت في بيتك كده تقدري تتخلصي منه مهما ان كانت قوة وحتى لو سحر اسود او سحر تفريق اتمنى تكون الطريقة سهلة وبسيطة واتمنى تسيبونا لايك للفيديو واشتراك للقناة سيبكم في رعاية الله وحفظه واشوفكم فيديو جديد